أخذ رأيك في مباراة الزهاب والتعادل الإيجابي 2-2 يمكن البعض قال لك نادي الأهلي كان ممكن يرايح نفسه بعدد الأهداف الحقيقة اللي ضعت بشكل غريب مش من العيب واحد حقيقة من كذا العيب وبالتالي رؤيتك للمباراة ده شفتها إزاي كابتن وفرص الأهلي بقى بكرة تكون هل ممكن عدد الأهداف اللي ضعها هناك ده يبقى موجود هنا في القاهرة يمكن المباراة كنتيجة نقدر نقول نتيجة بنلعب بره نتيجة كويسة ولكن حسب مجرات اللعب بالذات الشوط الأولاني النادي الأهلي ضيع مش فرص بقى أهداف محققة 3 أو 4 هدف محققين كان ممكن يرايحوا النادي الأهلي بشكل كبير جدا بالذات في الماتش بتاعه بقر ولكن هي دي كورة القدر نفاسة وابت بتعتمد دايما على التوفيق ممكن العيب النهاردة مش موفق ممكن يضيع ممكن بيرسيتاو الفرصة اللي هو ضيعها بيجيبها جوان على طول ضاعة يوميها مفيش توفيق فده موجود في كورة القدم ولكن المباراة الأولانية دي فيها درسين مهمين جدا بالنسبة للعيبة النادي الأهلي لازم يحطون في دماغهم بشكل كبير جدا بالنسبة عشان بكرة كبير دايما في مباراة كورة القدم فيه أوقات مهمة جدا بداية المباراة دي مهمة جدا العشر دقاية الأولانيين اللي بتخليك تحط رجلك لإما انت تكون صاحب الفعل أو تبقى صاحب تبقى رد فعل رد فعل فالبداية مهمة جدا بداية الشوت التاني مهمة جدا لازم نسبة التركيز بتاعت اللعيبة في بداية المباراة وفي بداية الشوت التاني البداية تبقى مش 100% تبقى متين في المية وآخر 7 أو 8 دقائق في الماتش دول أخطر 3 فترات في أي مباراة اللي حصل مع النادل أهلي كسبنا الشوت الأولاني 1-0 طالعين كسبانين نزلنا الشوت التاني فقدوا نسبة التركيز بتاعتهم اعتمدوا إنهم ما فيه سفة شوية زيادة كسبانين واحد نسبة التركيز كانت قليلة جي فينا جنين في 10 دقائق ودي ما بتحصلش كتير مع النادل أهلي ما بتحصلش يمكن يعني من فترات كبيرة جدا نسبة التركيز كانت قليلة جدا فاتخطفنا في هدفين تالت حاجة التمركز في القرات السابتة دي برضو ما كانش فيها تركيز الجون التاني بالذات الكورنر الراجل سبق وقطع وعلى الزاوية القريبة وحبت الكورة بالنها دي برضو اللي التركيز بعد كده لما التركيز علي بعد ما النتيجة بقت 2-1 قدرنا نوصل وقدرنا نتعادل ولكن من خلال الشوت الأول كان ممكن نطلع كسبانين ندل أهلي يطلع كسبان بفرق هدفين على الآل بالنسبة للمباراة بكرة مباراة صعبة تستسهلش الفورق الفنية كبيرة ما بين لعبة النادي الأهلي وما بين فرقة سيمبا ولكن كورة القدم ما فياش حاجة سهلة كل ماتش بيبقى صعب ودايما الحلول بكرة هتبقى في إيدين لعبة النادي الأهلي مش في إيدين سيمبا طب ممكن أسألك سؤالك سيمبا كان بيلعب على أرضه مفتوح يعني فاتح على خطوطه بزاك لكن الوضع هنا هيبقى مختلف أكيد يعني مش على أقل هو ممكن يقولك أنا أقفل أجيب جول وألعب الهجم مرتدة وأجيب جول وأقفل الماتش كده أنا ممكن أصعد ده ممكن وارد أه طب وبالتالي هل يعني اللي انت شفت اللي بتقول حياتك عليه اللي هو فروق في الإمكانيات لو عمل كده مش يصعب الأمور على النادي الأهلي أه أصلا هي النتيجة مش في صالحه يعني النتيجة أنا أعزي لو هو جاب بقوله وأقفله وطلع الماتش بالنسبة له مكسب ده ممكن يكون تفكير عنده ممكن أه طبعا طبعا هم حيحطوا يعني المزيل الفني بتاعهم حيحط السيناريات طبعا بالنسبة للماتش يمشي إزاي ولكن الماتش على ملعبنا على ملعب النادي الأهلي جمهور العظيم اللي هو اللاعب رقم واحد دايما وليه الفضل الكبير جدا في انتصارات النادي الأهلي حيكون مالي الملعب بإذن الله تعالى كل دي عوامل حتساعد لعبة النادي الأهلي إن هي زي بلغة الكرة تركب الماتش من الأول ولكن فرقة سيمبا النتيجة مش في صالحها فهو مش هينفع يعمل سيناريو إن هو ينزل يقفل ما يقفل ما هيطلع يعني هو لو ما هجيه